يعني انت تبعت ازاي ثلاث ايام اللي فاتوا ايه المشاهد اللي انت توقفت عندها بتقولوا لا ده ايه احنا فرقين عن الانتخابات اللي قبلها او عن السنين اللي فاتت على الصعيد السياسي ايه الفرق لها خلينا الاول نقول انه لازم يعني لما نيجي نتعاطى ونتناول المشاهد انتخابي على مدار ثلاث ايام اللي فاتوا لازم من عدة زوايا ولازم من زوايا واحدة اولا من زوايا ادارة العملية الانتخابية ودي بصراحة دي لابهارة الجميع وادهاشة الجميع من ناحية الاجرائية والاقوة من ناحية كل شيء تسيير العملية الانتخابية دمتكن هناك رغم كل العدد الكبير جدا من وسائل اعلام بتتكلم على اكتر من الفين اعلام منهم خمسمية تلاتة وعشرين من ورسين اجانب لمية وعشرة وسائل اعلامية اجنبية بتتكلم لمؤسسات وهيئات رقبية اقليمية ومحلية ودولية بتتكلم على بعثات دولوماسية كان بتراقب لم تكن هناك ملحوظة تتعلق بادارة العملية الانتخابية اشراف قضاء كامل يمكن ملحوظة اللي اثيرت خلال التلات ايام وهي الكثافة الشديدة من الناخبين والطلب بزيادة اعداد القضاء المشرفين على اللجان من ناحية الادارة الانتخابات اعتقد ان اجزل من مؤسسات عظيم السلام لهذه الوطنية الانتخابات لهذه الادارة السلمة اللي احنا زي بتقول لازم نبنى عليها احنا كل سنة من 2014-2018 هناك تطور السنة دي كمان كان هناك تطور مهم انه هو زيادة اعداد لجان المغتربين في كل مكان تقريبا كان فيه حتى بعض النواة كانت عاملة لجان المغتربين مدفعت كتير قوي بالتأكيد اه مهم جدا وافدت ناس كتير جدا كان في العاصمة الادارية كان في المحطات السكة الحريفة في المطارات كان هنا في مدينة الاتجال الالامي كان فعلا لجان الوافدين كان في كله ده سهل كتير جدا في المناطق الصحية الحاجة التانية كمان ان انت اهتمد بشريحة مهمة جدا مجتمعية مهمة جدا ووفرت لها كل التسلات وهي اصحاب الهمم ودي كانت مهمة وده كانت على فكرة بتهمة قوي الرايحة العامل الالامي وبتهمة قوي مراقبين الاجانب ان انت المسات الانساني اه مريبا فيه طريب رايل في اللاجنة نفسها كان فيه الاختيار وده شريحة كبيرة جدا مش شريحة مش سهيرة يعني تتعاد عدى ملايين ومعيش في النقطة دي كمان كان معي عبد الرحمن عرام زميلة هنا من اصحاب الهمم برضو واشار كمان انه حتى كان فيه مترجمين للصم والبوكم يعني هو كان بيتابع مع زملاء وكده فهذه برضو نقطة انسانية جميلة احنا فيه تطور كل مرة واعتقد ان احنا لن نتنازل عن المستوى ده في اي انتخابات قادمة سواء تشرعية او رئاسية او حتى انتخابات النوادي انه لازم نبنيمنا على ده لدارة العمليات الانتخابية في مفرقة انها يعني زي ما بقول انها ازالت كل اثار الماضي ذكريات الماضي اللي كنا عنا بنشوفها متعلقة بعمليات الانتخاب والتشكيك في التصويت والتشكيك في البطاقات وتسويد البطاقات او استبدال استدادية كل دي اعتقد استطاعت الهيئة الوطنية الانتخابات بالفعل بهذه الممارسة وهذه الاحترافية الكبيرة جدا انها تزيل كل الصور السيئة او الرضيئة اللي كانت تتعلق بازال الناخبين المصريين عن الانتخابات دي حاجة الحاجة التالية بقى انه المشهد انا لم اندهش كثيرا ناس كتيرة قوي يعني كانت متخوفة من نسبة الاقبال انا قلت لا مايراش التاريخ سياق التاريخي للموقف الشعب المصري يبقى هو ما فابش الشعب المصري كويس الشعب المصري طلع مش على الشام مجرد انه يبقى صوته في الانتخابات انه ده كان تصويت على عدة حاجات تصويت على وحدة التماسك واستقرار الدولة الجانب الامن بمعنى صح تصويت ضد كل المخططات وكل المؤامرات المزالت تحدق بالدولة الشعور والاحساس الوطني الكبير انه دولة الوطنية المصرية بتتعرض لمخاطر وجودية ومخاطر مصرية فبالتالي هذا الشعب في كل موقفه التاريخية اللي حطناه في السياق تاريخي دائما ما يتناسع كل معاناته وكل مشاكله وكل مصاعبه وهذا مصلحة الوطن في المقدمة وفي الأولياء رغم كل الصعبات والمعاناة اللي انا عارفينها حتى اقتصادية متهيقلة هو عارف ان الاستقرار هيحس الاقتصاد واي هزة دلوقتي متأكيد التصويت كمان لغم انه هو بيعاني بار التصويت التالت اللي هو تصويت على الدعاية السود السودة والشائعات اللي مارسها لأعلام إعلام الإخوان تحديدا هو يرهان انه مش حيبة فيه نزول وانه فيه مشاعر سلبية وإحباط وأهوة آخره فاعتقد انه دي كان رد قاسي جدا ولطمة قوية جدا ضد هذا الاعلام وهزمة هذا الاعلام الرابعة تصويت على شرعية مصار كامل بدأ من 30 يونيو انا بقول ان ده شرعية جديدة لمصار 30 يونيو وشرعية جديدة على ان هذا الشعب تمسك في انجازات ما تم رغم المعاناة ورغم الصعبات ولكن شاف انه ده هو ده المصار اللي يجب عليه مسارة البناء والتنمية الشاملة في المستقبل ولذلك بقول ان الرئيس الرئيس القادم القائد الجديد اصبح لديها الان مسئولية كبيرة جدا مش شرعية سندي دي شرعية شعبية كبيرة جدا للنسب النسب الاقبال والتصويت المعاشرات بتقول كده ان احنا ممكن نقترب من نسبة قياسية بالمناسبة لم تتكرر في تاريخ قياسية قياسية وربما لا تقرر تقرر مرة تانية ان انت تصل لهذه النسبة اكبر تفوق النسبة 2012 2012 رغم سخونة المناخ السياسي وقتها وحادة الاستقطاب السياسي والصراع السياسي لم تحقق سواء اكتر واحد وخمسين ونصف في المائة فبالتالي انت هجل في نقطة وبرو دي تحسب عدد الكتلة النخيمة زاد وحطنا 67 مليون ناخلي مع القارن 2012 ما كانش عدد الضخمة ما كانش العدد الضخمة المحنة واربعين تتكلم التصويت المرات اعتقد انه كان تصويت لصالح وطن لصالح مصر لذلك الشعب مصر دائما بقول انه ما يبهر وما يدهش للي ما يعرفش ما يعرفش تاريخه وما يعرفش جيناته التاريخية ازاي وتصرفاته ازاي على طريقة انها عندي مشاكل مع البلد ممكن اتخاني مع البلد لكن لما البلد جيد بتعوزني بتناديني بتلاقيني اول الصفوف ولذلك هذا اللي قبال اللي بقول نسبة الوعي ارتفاع الوعي السياسي لدى الشرع المصري هتمنى انه ده استمر ونبني عليه